50% من مزارعي ديالا سيفقدون مصدر رزقهم بسبب أزمة الجفاف التي تعيشها المحافظة واقع يشكل مزارعون من أخطاره الكبيرة خلال الأسابيع القادمة التي ستكون قاسية في ظل محدودية البدائل خاصة لمناطق المقدادية وبلدروز وكنعان ومحيط الوقف بالإضافة إلى قرى واسعة ومترامية في حوض الندى هذه الأراضي كلها خضراء ومي بيها بعد السقوط اختفى المي لا يوجد مي لها انهملة هذه الأراضي همها لكل الشديد حتى إلى عدم الزراعة بيها وتشوفها صارت صحراء هذا أثر تأثير كامل أول مرة على مستوى الحزام مال بغداد وعلى ديالة وعلى المزروعات البيهة وعلى الفلاح حتى العيد العاملة تأثر كانت هذه مشغلة آلاف الناس حجم الأزمة في ديالة كبير وهي تتفقم مع دخول فصل الصيف ما يستدعي من السلطات الحكومية المختصة تشكيل خلية أزمة عاجلة لإدارة ملف المياه لتفادي مشاكل كبيرة بدأت تبرز من أجل تأمين الحد الأدنى من مياه الشرب وسقاية البسات والله الدولة أقول لك إذا هي على الزراعة وعلى الثروة الحيوانية وعلى كلها هي ما دائرة بال يعني إحنا لو تستورد لو ماكو زراعتك كلها فاشلة يعني الدولة لازم هي تقوموا بهذا الشي بهذا الواجب مياه ماكو يعني هذا المياه أنت اليوم هسا صوره وشوفه مياه جاي من المشروع من المالح الرجع للقاع يعني قاع مستصلحة وقاع تعبت عليها الدولة وقاع يعني شي تقول بيه هي القاع ذهب بس إحنا جاي ندمر بيها بهذا المياه المالح ومع ناقوس الخطر الذي باتت ديالة تدقه تزداد مخاوف مزارعي المحافظة وأهلها بشكل عام من تفاقم مأساتهم بفقدهم الأراضي والبساتين المثمرة التي يزيد عمرها عن عقود آلاف آلاف الدوانم كلها بساتين الصحرة بالكامل الصحرة انتهت فشوف العالم تجاه تلمين رجعون الإقطاع من جديد للأسف كان مثلا مجموعة من الناس اللي متمكنين يعدها مثلا فسحة على نهر ديالة تدفع عندنا ماء بالبزول وتوصلها لهذه المرحلة ونحن نلزق بموسم حنطة فقط يعني ما نقدر نسوي لابساتي لا يكون شي ماكو وهي تعرف جهد وصرب قاز ومبيدات يجي للتسويق ماكو تعاون ويا الفلاح ومع معاناة ديالة وأزمة المياه التي بدأت تتفاقم فيها وخاصة خلال الأشهر الأخيرة على نحو ينذر بكارثة بيئية يبقى أهالي المحافظة وثروتها الزراعية والحيوانية رهينة جهد حكومي غائب منذ سنوات طويلة جهد يأمل أهالي ديالة أن ينتزعهم من مأساتهم الكبيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر